بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طلاب وطالبات الصف الثالث السانوي الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات مادة اللغة العربية هذه الحلقة بإذن الله هي الحلقة الأولى من حلقات شرح مادة اللغة العربية في هذا العام وكنا في حلقة سابقة كانت حلقة إسرائيلية تكلمنا فيها عن مادة اللغة العربية وعن فروع المادة التي سوف ندرسها هذا العام واتكلمنا أيضا عن الشكل العام للورقة الامتحانية وكيف تأتي إليكم وكيف نتعامل معها وهنعود إن شاء الله في حلقة قادمة أو في حلقات مراجعة بإذن الله نتكلم أيضا مرة أخرى عن الشكل العام للورقة الامتحانية بنبتدئ النهاردة بإذن الله أول دروس المادة وعن إن شاء الله نتكلم في فرع الأدب والنصوص وهنا حابب قبل ما أدخل إلى جزئيات درس اليوم أشير إلى نقطة إحنا في فرع الأدب الأدب بينقسم كما تعلمون إلى نثر وشعر وإحنا دروسنا هذا العام ونصوصنا هذا العام بتتركز في العصر الحديث سواء في الأدب أو في النثر أو في الشعر وبناء عليه دروس الأدب مرتبطة ارتباط كل بهذه النصوص المختارة فكل درس أدب سواء في نصوص النثر أو في نصوص الشعر هو درس مرتبط بالنص الذي يليه والنص هدفه أن يبين سمات وخصائص المدرسة التي تحدثنا عنها في درس الأدب بنبتدي أول درس عندنا من دروس الأدب وهو في فرع النثر الأدب كما قلنا بينقسم إلى نثر وإلى شعر والنثر بيجي تحته أنواع كتيرة أو فروع كتيرة بنبتدي يمكن بأهم فرع وأقدم جنس أدبي موجود عندنا في النثر وهو الخطابة وعندنا الوصية والمثل والحكمة والمقامة في العصر الحديث ظهرت عندنا فروع جديدة أو أجناس أدبية جديدة تندرج تحت باب النثر أو تحت جنس النثر اللي هي زي المسرحية وزي الرواية سواء كانت رواية طويلة أو قصة قصيرة أو فن المقال اللي هو إحنا إن شاء الله بنركز عليه كلامنا وبنركز عليه دراستنا في هذا العام وبتكون النصوص اللي موجودة معنا هي نصوص معبرة عما ندرسه حول فن المقال بنبتدي الأول بإشارة بسيطة بنقول لم تقتصر نهضة الأدب في العصر الحديث على الشعر وحده بل تعدته إلى النثر ناقص ذلك في العصر الحديث حصلت نهضة للأدب عموما حصلت نهضة للأدب عموما النهضة مست الشعر ومست النثر طيب ما النهضة التي حصلت فيه النثر في العصر الحديث هلأيها بتتمثل فيه عنصرين ومين هم خرج النثر من الموضوعات التافئة وتخلى عن المحسنات البديعية المتكلفة يعني كان في الفترة السابقة على العصر الحديث فترة ضعف وكان الأداء موضوعات النثر هي موضوعات لا تمس حياة الإنسان موضوعات تافئة موضوعات بعيدة عن الواقع موضوعات فيها محسنات بديعية متكلفة يعني مثلا إحنا بنجي عند الساجع بنجد أحيانا أن الكاتب بيأتي بكلمة معينة لما بجأ أشوف موضحها في سياق الكلام وعليها معنى وعليها تأثير لا أجد لها أي تأثير طب لماذا جاء بها الكاتب في هذا المكان وفي هذا المجال أقوله والله جاء بها من أجل الساجع يبقى هنا المحسن البديعي متكلف الأداء في العصر الحديث ترك هذه الأمور موضوعات التافئة ترك محسنات البديعية المتكلفة الموضوعات بتاعته أصبحت موضوعات تمس حياة الإنسان بشكل مباشر زي ما نشوف بعد كده عندي سؤال بيقول أذكر عددا من رواد تطوير الناثر في العصر الحديث مجموعة من الأسماء موجودة قدام حضراتكم وكلها أسماء مشهورة ومعروفة لينا رفاعة طهطاوي علي مبارك شيخ محمد عبدو عبدالله النديم مصطفى لطفي المنفلوطي ومصطفى لطفي المنفلوطي هقف قدام اسمه وقفة بعد قليل لأن مصطفى لطفي المنفلوطي يعتبر رائد كبير من رواد تطوير الناثر في العصر الحديث السؤال اللي عندي بعد كده بيقول لي أكمل ظهر بعد المنفلوطي مدرستان في الناثر ما هما أو هما مدرسة مدرسة المحافظين ومدرسة المجددين وحنتعرض ليهم بشيء من التفصيل بعد قليل السؤال اللي بعد كده هو ما خصائص مدرسة المحافظين ومن أهم روادها أي وانا قلت ان الأدب عندي انقسم الى قسمين مدرسة المحافظين ومدرسة المجددين سأتكلم عن مدرسة المحافظين وواضح من اسمها أنها كانت تميل إلى المحافظة ويعني لا تترق التجديد إلا بشكل بسيط خصائص هذه المدرسة تناولت الموضوعات العربية والإسلامية والاجتماعية اتنين جمال العبارة وجودة الصياغة يبقى الموضوعات عربية إسلامية تراثية العبارة عندهم عبارة اهتموا بجمال العبارة واهتموا بجودة الصياغة الاكثار من المترادفات أهم روادها الأستاذ مصفى صادق الرافعي والشيخ عبد العزيز البشري يبقى مدرسة المحافظين زي ما موجود قدامنا على الشاشة خصائصها أنها تناولت موضوعات عربية وإسلامية واجتماعية مالت في عباراتها إلى جمال العبارة وجودة الصياغة الاكثار من المترادفات وأن أهم روادها الرافعي وعبد العزيز البشري السؤال بعد كده ما خصائص مدرسة المجددين ومن أهم روادها مدرسة المجددين هي الجناح الثاني للتجديد في العصر الحديث أو للمدارس النثرية في العصر الحديث عندي مدرسة المحافظين تعرضت لها وذكرت سماتها وذكرت أهم روادها الآن بننتقل إلى مدرسة المجددين مدرسة المجددين ما سماتها سمتها الاهتمام بالموضوعات سواء السياسية أو الاجتماعية أو غير ذلك الوضوح والدقة والترسل غلبة الاتجاه الفكري المتأثر بالغرب نظرا لأن معظم رواد هذه المدرسة درسوا في الغرب وكانوا يجيدون اللغات الأجنبية وزي ما نشوف من أسماءهم الميل إلى السهولة والتحليل والتبسيط ومن أهم رواد هذه المدرسة الدكتور طاها حسين والأستاذ عباس محمود العقاد والأستاذ توفيق الحكيم يبقى أنا كده عرضت لحضراتكم المدرستين التي ظهرتها في الناس في العصر الحديث وعرضنا لسمات مدرسة المعافظين وأهم روادها ولسمات مدرسة المجددين وأهم روادها بننتقل بعد كده إلى المقال هو بقى زي ما أنا أشرت لحضراتكم منذ قليل وقلت إن المقال نوع من أنواع النثر وإن النثر له أنواع كثيرة منها المقال المقال إحنا هندرسه السنة دي وحناخد عليه نصوص نص بيعبر عن المعافظين ونص بيعبر عن المجددين وحناخد نص احترام المرأة ونص لك يا مصر الولاء بينيجي بقول لي أعرف المقال نشوف المقال تعريفه إيه؟ المقال عبارة عن بحث قصير بحث قصير في موضوعات متعددة منها الاجتماع، السياسة، الأدب، الرياضة، العلم يبقى بحث قصير موضوعاته متنوعة عسى باختيار الكاتب ممكن أختار أننا أكتب في الأدب ممكن أختار أننا أكتب في الفلسفة أختار أن أكتب في الرياضة أختار أن أكتب في السياسة إلى غير ذلك من الموضوعات الكثيرة المتعددة طيب ينشر في مجلة أو صحيفة يبقى هو بحث قصير في موضوعاته متعددة منها الأدب أو الفلسفة أو الرياضة أو السياسة أو الاجتماع أو غير ذلك مجال نشره ينشر في جريدة أو ينشر في مجلة بنشوف بعد كده هو أهم أنواعه المقال حينقسم عندي إلى نوعين مقال قصير وده إحنا بنطلق عليه اسم الخاطرة مقال قصير وبنطلق عليه اسم الخاطرة أو العمود الصحفي اللي بيقرأ مننا جرائد بيجد أن في عمود صحفي اللي كاتبه كان من أشهر الأعمدة عمود فكرة للأستاذ مصطفى أمين مواقف للأستاذ أنيس منصور إلى غير ذلك بيتناول فكرة واحدة يبقى المقال القصير هو بيطلق عليه خاطرة أو عمود صحفي بعد كده المقال الطويل يبقى أنا عندي نوعين للمقال مقال قصير ومقال طويل المقال الطويل بيكون ما بين صفحتين إلى عشر صفحات من صفحتين إلى عشر صفحات وبيتنوع أو بيتكون من مقدمة وموضوع وخاتمة زي ما احنا نجيبين كده مقال طويل عدد صفحاته ما بين صفحتين إلى عشر صفحات ويتكون من مقدمة وموضوع وخاتم دي أنواع المقال لو انتقلت بعد كده وحاولت أعمل موازنة بين المقالين المقال الطويل والمقال القصير الموازنة هتكون من حيث سمات كل منهما وأهم كتاب كل منهما أعمل موازنة دلوقتي بين المقال القصير والمقال الطويل بين سمات كل منهما وذاكرا أهم مرواب كل منهما المقال القصير سمات المقال القصير واحد تناول فكرة واحدة بيتناول فكرة واحدة ما بيعددش الأفكار اتنين سهولة العبارات لأن احنا قلنا أن المقال بينشر فيه مجلة أو بينشر فيه صحيفة وبالتالي هو بيخاطب مستويات مختلفة من الثقافات محتاج يوصلها جميعا فعشان كده بيلجأ الى الاسلوب السهل والعبارات السهلة التركيز والتشويق التركيز يعني الاختصار والدخول الى الفكرة مباشرة ولابد ان يكون المقال مشوقا حتى يجذب القارئ وان تكون فكرة المقال تمتاز بالاقناع وتمتاز ايضا بالامتاع لكي تجذب القارئ وتقنعه ان يتم قراءة المقال الى نهايته بعد كده هو اللغة لغة حاية وسهلة لان زي ما قلت لحضراتكم هو هنا في المقال بيخاطب فئات متعددة من الناس منهم المثقف منهم متوسط الثقافة الى غير ذلك وهو محتاج يصل الى هؤلاء دميعا فبناء عليه بيختار لغة سهلة بعد كده وضوح الاسلوب اهم كتاب المقال القصير عندي الاستاذ وصفة امين وكان ليه مقالة مشهورة او عنوان عمود صحفي مشهور جدا اسمه فكرة اتنين استاذ صلاح منتصر وكان عنوان عمود الصحفي مجرد رأي وله استاذ انيس منصور وكان عنوان عمود الصحفي مواقف لو انتقلنا الى المقال الطويل وابتدينا نتكلم عنه برضو هنتكلم عن سمات المقال الطويل هنلاقي العرض الشائق هتلاحظوا ان فيه بعض السمات بتتكرر في المقال القصير والمقال الطويل العرض الشائق لابد ان يكون العرض شائق جازب للمتلقي اتنين الاقناع والامتاع واشرنا اليها سهولة اللغة ووضحها افكار مترابطة اهم كتاب المقال الطويل استاذ احمد امين ودكتور طا حسين والاستاذ ابراهيم المزني دكتور محمد حسين هيكل بعد كده هنتقل الى اقسام المقال من حيث المضمون يبقى انا دلوقتي اعرضت مع حضراتكم لانواع المقال طويل وقصير وسمات المقال الطويل وسمات المقال القصير واهم كتاب المقال الطويل واهم كتاب المقال القصير طيب هنتقل الى المقال نفسه الى مضمون المقال اقسام المقال من حيث المضمون المقال من حيث المضمون له اقسام بتختلف حسب طبيعة الموضوع الذي يعالجه الكاتب اذا كان الكاتب يعالج موضوع سياسي او موضوع اجتماعي موضوع ديني دي اول حاجة يبقى المقال بيختلف حسب الموضوع الذي يعالجه الكاتب طب اتنين حسب ثقافة الكاتب وشخصيته وده بتظهر في المقالة التي يعالجها كذلك وسيلة النشر المقال المعروض في مجلة بيختلف عن المقال المعروض في كتاب يعني كده انا عندي تلت نقاط او تلت امور باهتم بها جدا في مضمون المقال دمت واحد ان المقال بيختلف من حيث الموضوع حسب طبيعة الموضوع اللي بيعالجه الكاتب اتنين حسب شخصية الكاتب وثقافته ثلاثة حسب وسيلة النشر التي سوف يقوم الكاتب بعرض مقالته فيها المقال الذي يعرض في مجلة يختلف عن المقال الذي يعرض في صحيفة بعد كده ما اقسام المقال من حيث المضمون هنتكلم عنها تلت حاجاتهم عندي تلت امور عندي مقال ادبي ومقال علمي ومقال علمي متأدب يبقى المقال من حيث المضمون ادبي علمي علمي متأدب وكل مقال من هذه المقالات او من هذا النوع من هذه المقالات له صفاته وله سماته المميزة له كما سنرى السؤال بعد كده بيقول لي ما سمات كل من مقال الادبي مقال العلمي المقال العلمي المتأدب انا قسمته الى الثلاث انواع دول من حيث المضمون طيب سمات كل مقال منهم ايه المقال الادبي سماته واضح من اسم المقال انه بيتناول موضوع ادبي والموضوع الادبي هو موضوع بتغلب عليه العاطفة وبتظهر في عاطفة الكاتب ظهورا جليا واضحا واذا ظهرت العاطفة عندي يبقى اذا لابد انه بيهتم باختيار الالفاظ والعبارات والاسلوب يبقى قدامنا كده هو سمات المقال الادبي اختيار العبارات والالفاظ جمال الاسلوب والتصوير الايقاع الموسيقي المؤثر مسج الفكرة بالاحساس استخدام القيامة مجموعة سمات بتظهر كلها في المقال الادبي طيب المقال العلمي واضح من اسمه انه حيتناول موضوعات علمية حيتناول موضوعات علمية عندي بيعرض الموضوع بطريقة علمية خالية تماما من الخيال انا دلوقتي بكتب مقالة عن موضوع في الفيزياء او في الكيمياء او غير ذلك من الموضوعات العلمية البحتة فعند كتابتي لهذا المقال بنجد ان بيغلب عليها استخدام المصطلحات العلمية استخدام الكلمات او الطريقة طريقة علمية صرفة خالية من الصور الادبية وخالية من الخيال لماذا؟ لان طبيعة الموضوع فررت على كاتبه ذلك بعد كده هو سمات الاسلوب العلمي المتأدب هو اسلوب العلمي المتأدب هو اسلوب خليط من الاسلوبين السابقين واضح فيه ان انا باعرض لحقائق ولكن اقوم بعرضها لصورة جذابة برضو فيها اختيار للاسلوب فيها دقة في صياغة الجمل اذا هو اسلوب وسط بين الاسلوب العلمي وبين الاسلوب الادبي بنعرض فيه لحقائق ادبية حقائق علمية وبنبرز هذه الحقائق في اسلوب يميل الى الدقة في استخدام العبارات قد يظهر فيه الخيال وقد تظهر فيه بعض الصور الجمالية بعد كده هو عايز اتكلم عن الخصائص العامة للمقال الخصائص العامة المقصوب بالخصائص العامة يعني هذه الخصائص توجد في اي مقال سواء كان مقال طويل او مقال قصير الخصائص العامة للمقال هي مجموعة من الخصائص موجودة في جميع انواع المقال ايه هي الخصائص العامة للمقال قدامنا يا فندي التكوين الفني يعني افكار مترابطة ومنسجمة ما فيش تنافر بين الافكار كل فكرة تسلم الى الفكرة التي تليها الاقناع عن طريق سلامة الافكار كلما كانت الافكار سليمة وكلما كانت الافكار دقيقة واضعة كلما كانت مقنعة للمتلقي طيب ننتقل من الاقناع الى الامتاع لابد ان المتلقي يشعر بالمتعة الفكرية عندما يقرأ هذا المقال يبقى الاقناع والامتاع القصر اتفعنا ان المقال سواء كان مقال طويل او مقال قصير مقال قصير اعنى انه بيتناول فكرة واحدة فقط والمقال الطويل اعنى انه من صفعتين الى عشر صفعات يبقى المقال في عمومه لا يتجاوز العشر صفعات اذا طالت عن ذلك بيبقى بحث قصير او بحث طويل او كتاب او غير ذلك يبقى حدودي في عدد الصفعات في المقال انها ما تزدش عن عشر صفعات مثلا من صفعتين الى عشر صفعات النثرية يعني المقال لا يكتب فيش مقال بيكتب بالشعر المقال نوع من انواع النثر وشرط من شروط ان انا اقول الكلام اللي قدامي ده هو مقال انه يكون مكتوب نثرة تنوع الاسلوب واحنا اتفقنا ان الاسلوب يتنوع تبعا لشخصية الكاتب وتبعا لنوع المقال الذي يتناوله او فكرة المقال التي يتناولها الكاتب وتبعا لوسيلة النشر التي سوف ينشر فيها المقال هذه هي الوسائل او الخصائص او السمات العامة لاي مقال بعد كده هو تشترك المقالات جميعا سؤال تاني تشترك المقالات جميعا في مجموعة من السمات الاسلوبية وضح ذلك يعني كل المقالات برضو اي مقال لازم يبقى فيها هذه السمات الاسلوبية اللي حنقولها قدام حضراتكم وضوح الاسلوب اتفقنا ان الاسلوب لابد ان يكون واضحا بعيدا عن الغموض اقرأه وشرط وضوح الاسلوب ليه لان انا قلت لحضراتكم ان المقال وسيلة النشر فيه الصحيفة او المجلة الفئة المستهدفة فيه متعددة الثقافات ومتعددة التعليم وغير ذلك وان محتاج ان اوصل الى هؤلاء جميعا اذا لابد ان اخاطب هؤلاء باسلوب يصل اليهم جميعا ويكون هذا الاسلوب واضحا البعد عن الالفاظ الغريبة والبعد عن الالفاظ العامية المبتذلة والبعد عن المجازات يعني الصور الجمالية الغامضة بعد كده قوة الاسلوب وقوة الاسلوب يشترط فيها او يشترط في الاسلوب القوي ان يكون خاليا من تنافر الحروف وان يكون خاليا من الالفاظ الغريبة وقلق العبارات والحشو والتطويل في الجمال كل الحاجات دي لابد ان كاتب المقال يلتفت اليها اسلوب قوي يخلو من تنافر الحروف وغرابة الالفاظ بعد كده هو عندي جمال الاسلوب وده بيكون باختيار الالفاظ الملائمة للمعنى والملائمة للموضوع الذي اتكلم فيه لما كنت بتكلم فيه موضوع اجتماعي وبختار الفاظ مناسبة وصور مناسبة لهذا الموضوع بتكلم فيه موضوع فلسفي بختار الالفاظ المناسبة والصور المناسبة لهذا الموضوع بتكلم فيه موضوع ديني يوأ اختار الالفاظ المناسبة والصور المناسبة لهذا الموضوع زي ما قلت لحضراتكم كمان والبعد عن المحسنات البديعية المتكلفة أنا هنا هو محسنات البديعية تبقى محسنات بديعية غير متكلفة المحسنات البديعية غير متكلفة يعني تأتي في موضعها من السياق لما ضعف قدامه فعلا السجعي هنا أدى معنا الطباق هنا أدى معنا التورية هنا لها معنى إلى غير ذلك بعد كده يبقى أنا عرضت لحضراتكم فن المقال ما قلناه في فن المقال حنجده واضحا عندما نعرض للنصين النص الأول هو نص احترام المرأة للأستاذ المنفروطي والنص التاني لك يا مصر والولاء للدكتور زكي نجيب محمود هنجد أن سمات المقال واضحة جدا عند هذين العالمين الكاتبين الكبيرين النص الأولاني عندي هو نص احترام المرأة للأستاذ مصطفى لطفي المنفروطي الأستاذ مصطفى لطفي المنفروطي مدرسة أدبية وجدت في العصر الحديث وله أسلوبه الأدبي المميز وله دوره الكبير في النقلة التي حدثت لتطور النثر في العصر الحديث وهو مرحلة من مراحل تطور النثر النص اللي هندرسه اسمه احترام المرأة احترام المرأة للكاتب الأستاذ مصطفى لطفي المنفروطي الجزء الأولاني اللي عندي فيه النص هقراه وهنا عايز الفت نظر حضراتكم لأمر لما يبقى قدام حضرتك إن شاء الله فيه الامتحان جزء بنتكلم فيه عن نص أو غير ذلك انت بتقرأ الجزء ده هو أو الفقرة ده هي أو العبارة اللي موجودة أمامك قراءة جيدة جدا لأنها مفتاح الإجابة من خلالها بتقدر تجاوب بشكل جيد وبشكل سليم الجزء اللي عندي الأولاني بيقول نعم إن الرجال قوامون على النساء كما يقول الله تعالى في كتابه العزيز ولكن المرأة عماد الرجل وملاك أمره وسر حياته من صرخة الوضع إلى أنت النزة دي الفقرة الأولانية اللي موجودة عندي في النص معاني المفردات بتاعتها كلمة قوامون يعني لهم الولاية والرعاية يقول مفرد قوام عماد يعني سند والجمعة أعمدة أو عمد ميلاك يعني خلاصة ميلاك الأمر يعني خلاصته صرخة الوضع المقصود بها لحظات الميلاد وأن تنزع المقصود بها تأوه الاحتضار أو لحظات الاحتضار لو انتقلنا بعد كده إلى هذا الجزء الذي قرأناه حنجد أن الكاتف في هذا النص بيؤكد بشكل عظيم جدا على دور المرأة وأن المرأة نصف المقتمع وأن المرأة شريك للرجل وأن المرأة دورها يكمل دور الرجل المرأة دورها يكمل دور الرجل وسوف يستدل على ذلك بأدلة سوف نراها من خلال النص فيود الكاتف في هذا النص التأكيد على أن المرأة شريك للرجل ودورها يكمل دوره فالمرأة هي الأم والزوجة والابنة والأخت يرتبط دورها بالرجل من لحظة الميلاد إلى لحظة الاحتضار والوفاة طيب هنعف هنا هو ونشوف بعض مظاهر الجمال في العبارات اللي قدامنا ده هي نعم إن الرجال قوامون هنا دي بنقول عليه هنا براعة استهلال يعني إيه براعة استهلال الكاتب يعرف أنه سوف يقع في جدلية ممكن يثيرها البعض وإن هي تعمل مقارنة بين دور الرجل وبين دور المرأة وإلى آخره فأراد الرجل أن يعني يخرج من هذه الجدلية ويبين أن الرجل له دوره الذي يقوم به ولا غنى عنه وأن المرأة أيضا لها دورها الذي تقوم به ولا غنى عنه فالعلاقة بين الرجل وبين المرأة هي علاقة تكاملية يبقى هنا نعم كأنه بيجاوب على سؤال حد بيسأله فأقول له أيوة العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية كل له دوره الذي يؤديه ولا غنى عنه بعد كده هو بيقول لي المرأة عماد الرجل ملاك أمره سر حياته دي كلها مجموعة من التشبيهات وإن شاء الله هنبقى نعرض إلى التشبيه والاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية وغير ذلك أثناء الشرح لأن هذا مهم جدا وفهمه ومهم جدا في استخراج الصور الجمالي دي مجموعة من التشبيهات بتبين أن المرأة هي الأساس وبمنسبة للرجل وأنها سر نجاح بعد كده هو بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي السؤال بيقول الجمال في قول الكاتب ملاك أمره وسر حياته استعارة تصريحية ولا تشبيه ولا كناية هنا في اختيار وزي ما هو موجود قدامنا استعارة تصريحية ولا تشبيه ولا كناية الإجابة هنا كناية عن مدى أثر المرأة في حياة الرجل يبقى عبارة هذه العبارة كناية عن مدى أثر المرأة في حياة الرجل سر جمال الكناية دايما ببقى عارف كده ولما بتكلم عن الكناية بقول الاتيام بالمعنى مصقوبا بالدليل في إيجاز وتكسيم طيب من صرخة الوضع إلى أنت النزع هل العبارة دي استعارة تصريحية ولا تشبيه ولا كناية الإجابة كناية عن التواصل المستمر لدور المرأة المرأة درعا بيبدأ مع الإنسان من لحظة الميلاد ويستمر معه في كل لحظات حياته بعد ذلك إلى آخر لحظة اللو في هذه الحياة وهي لحظة الاحتضار فلما يقول لي من صرخة الوضع إلى أمنة النزع يبقى التعبير هنا فيه كناية عن هذا الدور المحوري والمهم والمستمر من المرأة في حياة الرجل طوال حياته السؤال اللي بعد كده بيقول أو القطع اللي بعد كده بتقول نقرأ مع بعضين كده لا يستطيع الأب أن يحمل بين جانحته لطفله الصغير عواطف الأم فهي التي تحوطه بعنايتها ورعايتها وتبسط عليه جناح رحمتها ورعفتها وتسكب قلبها في قلبه حتى يستحيل إلى قلب واحد يخفق قفوقا واحدا ويشعر بشعور واحد وهي التي تصهر عليه ليلة وتكلأه نهارها وتحتمل جميع آلام الحياة وأرزائها في سبيله غير شاكية ولا متبرمة بل تزداد شغفا به وإيثارا له وظنا بحياته بمخدار ما تبذل من الجهود في سبيل تربيته ولو شئت أن أقول لقلت إن سر الحياة الإنسانية وينبوعها وكوكبها الأعلى الذي تنبعث منه جميع أشاعتها ينحصر في كلمة واحدة هي قلب الأم يبقى الأستاذ المنفروطي بعدما فك الجدلية التي كان من الممكن أن يتعرض لها وهي جدلية المقارنة بين دور الرجل وبين دور المرأة بقوله إن العلاقة أو بإشارته إن العلاقة بين الرجل وبين المرأة هي علاقة تكاملية كل له دوره انتقل إلى بيان دور الأم تديركز أو دور المرأة في عمومها في حياة الرجل تديركز على هذه النقطة ويظهرها للقارئ فزي ما أرينا الجزء اللي قدامنا ده وحنشوف بعض معانا المفردات جانحته يعني جوانب صدره والمفرد جانح حواطف يعني مشاعر المفرد عاطفة تحوطه بعنايتها يعني تشمله برعايتها مضاد تهمله تبسط تنشر أو تمد والمضاد تقبض رأفتها حنانها والمضاد قسوتها تسكب يعني تصب ويخفق يعني ينبض والمضاد يسكت حاجة بعد كده برضو لسه قدامي مجموعة معاني الكلمات تكلأه تحفظه وترعاه والمضاد تهمله أرزاؤها يعني مصائب كلمة أرزاء معناها مصائب والمفرد رزق متبرمة يعني متضايقة المضاد راضية شغفا معناها حبا والمضاد كرها إيثارا تفضيلا والعكس بتاعها أثرة كلمة إيثار عكسها أثرة ضنا يعني بخلا وعكسها بزلا ينبوع هو المقصود هنا إن الأم هي مصدر الحياة وجمع كلمة ينبوع ينابئ هنا بقول الأم هي مصدر الحياة وسر جمالها وضح ذلك في ضوء فاهمك للقطعة السابقة هنا إشارة أبنائي الطلبة والطالبات إلى إن لما بيجي لحضرتك في الامتحان سؤال بتيجي قطعة مثل هذه القطعة مش بتبقى بنفس الطول ولكن يعني بتبقى قطعة أقصر من كده أو أقل في عدد الكلمات والأسطور ومن ضمن الأسئلة أو سؤال النصوص يعني غالبا ما بيكون ببدأ أولا بإني بسأل في معاني المفردات المعنى المضاد الجمع المفرد ثم بعد ذلك بسأل في معنى الفقرة أو في مضمون الفقرة أو سؤال حول النص والسؤال ممكن يأتي بشكل مباشر يقولي أشرح الفقرة السابقة أو أشرح الأبيات السابقة وممكن ييجي عبارة عن سؤال ضمي وإجابته يتضمن فيها شرع الفقرة اللي موجودة أمامي فأين السؤال على هذه الصيغة أو على هذه الصورة بنقول إيه الأم هي مصدر الحياة وسرها واضح ذلك في ضوء فهمك للقطعة السابقة بنقول هنا إن الأم لها دورها الذي لا يستطيع أحد أن يقوم به غيرها حتى الأب لها خصوصية لها دور خاص بها خلقها الله وهيئها لكي تقوم بهذا الدور لا يقوم به أحد سواه حتى الأب حتى الأب وهنا بين القسينك هنا يعني كاتب ولكل دوره اتساقا مع ما قاله الأستاذ المنفروض ولكل دوره الأب له دوره والأم لها دورها لكل دوره الذي يجيده ويؤديه في سبيل تربية الإب طيب نرجع تاني للأم فالأم هي مصدر العطفي هنا الأم بيظهر عندها أكتر العاطفة والرعاية والحنان تحوط ابنها بكل هذه المشاعر مشاعر العطف والحنان والرعاية تصهر حد من نمازج لهذه العاطفة بتظهر فين تظهر في أنها تصهر عليه ليلة وترعاه في نهاره وتتحمل عنه مصاعب الحياة وآلامها وهي سعيدة راضية يعني مش مديقة مش متبرمة مش حاسة أنها شايلة فوق طائطها لا هي بتقوم بهذا الدور بكل ما فيه من المتاعب والصعوبات وهي سعيدة راضية لا تشكو ولا تتألم يزداد حبها لابنها كل ما ازداد بذلها في سبيله ولينتهي الكاتب إلى حقيقة يقررها هي أن الأمة هي مصدر الحياة وينبعها وأن الأم أو أن الحياة مصدرها قلب الأم يبقى بينتهي بينا أو بيقرر حقيقة مهمة جدا أن الأم وهي بتقوم بهذا الدور والدور متعب آه متعب تتحمل آلام نعم تتحمل آلام وتتحمل مشاق وتتحمل مصاعب طب حالتها النفسية أهلي لا هي سعيدة وراضية ولديها لاستعداد إلى بذل المزيد من أجل رعاية ولديها ومن أجل أن يكون ولادها في أحسن وضع وفي أحسن هيئة وفي أحسن صورة وفي أحسن مكانة إلى غير ذلك من الأمور علشان ينتهي إلى حقيقة ليقررها إن الحياة مصدرها قلب الأم ده معنى الفقرة اللي احنا أرناها طيب بعد ما ظاهر الجمال بيقولي تحوطه بعنايتها استعارة مكنية وإن شاء الله نتكلم عن الاستعارة المكنية صور العناية كأنها صور يحيط بابنها ليحميه ويقيه وسر جمالها التكسيم وتبسط عليه جناح رحمتها برضو هنا تشبيه شبه الرحمة الأم والحنان بالجناح وسر الجمال التكسيم تسكب قلبها في قلبه استعارة مكنية صور قلب الأم كأنه سائل يسكب وسر جمالها التكسيم هنا هأشير إشارة خفيفة جدا إلى الاستعارة المكنية لأن الاستعارة المكنية من ضمن الصور الجمالية التي تظهر لنا كثيرا جدا في مظاهر الجمال الاستعارة المكنية لها بتأتي في صورة المشبه بيكون موجود والمشبه به بيكون محزوف يعني عندما أقول البحر يضحك أنت على طول مباشرة بتقول لي إيه آه ده شبه البحر هنا كأنه إنسان فأنا أرد عليك السؤال أو أسألك سؤالا آخر ومن أين عرفت أنه إنسان إيه اللي خالك قلت إنسان هتقول لي لأن الضحك صفة من صفات الإنسان فأخذ من كلام حضرتك وأقول آه يبقى الاستعارة المكنية إحنا بنحذف فيها المشبه به ولكن بنأتي بصفة من صفاته أو بصورة من صوره أو صورة من صوره ونضحها أمامك حتى إيه نشير إلى المشبه أقول الجندي يزأر فتقول لي آه هنا ده شبه الجندي بأسد طب عرفت منين مشبه الجندي بأسد هتقول لي أصل الزئير صوت الأسد أقول آه يبقى استعارة مكنية صور الجندي كأنه أسد حذف المشبه به اللي هو كلمة أسد ما قالش الجندي أسد حذفه وجاء بصفة من صفاته من صفات الأسد وهي الزئير وإن شاء الله كل صورة جمالية كده تظهر أدنمنا هندي فكرة عنها لأن إتقال هذه الصور الجمالية هيساعدنا جدا إن شاء الله في التعامل مع مظاهر الجمال بعد كده هو حضراتكم بنقول تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين ليلها ونهارها بينهما ترادف ولا تقابل ولا تباق طبعا وواضح إن الكلمتين عكس بعض يبهينا عندي إيه؟ طباق الإجابة طباق والطباق من المحسنات البديعية الأفعال المضارعة تبذلوا تسهروا تكلأه تحتملوا تبذلوا تستخدم أفعال مضارعة بتفيد إيه؟ بتفيد التجدد والاستمرار ولا بتفيد التحقق والثبوت ولا بتفيد التعليل والتوضيح لفعل المضارعة دايما وكنا بيقولونا وبيحفظوه لنا الفعل المضارع بيفيد التجدد والاستمرار لأنه بيتكلم عن الزمن الحاضر حاجة بتحصل في الزمن الحاضر وما زالت مستمرة لم تنتهي فبالتالي لما أقول التحقق لما أقول التجدد والاستمرار التحقق والثبوت ده لو كان الفعل إيه؟ ماضي السؤال اللي بعد كده أو القطع اللي بعد كده بيتقول لا يستطيع الرجل أن يكون رجلا حتى يجد إلى جانبه زوجة تبعث في نفسه روح الشجاعة والهمة وتغرس في قلبه كبرياء التبعة وعظمتها وحسب المرء أن يعلم أنه سيد وأن رعية كبيرة أو صغيرة تضع ثقتها فيه وتصدل بظل حمايته ورعايته وتعتمد في شؤون حياتها عليه حتى يشعر بحاجته إلى استكمال جميع صفات السيد ومزاياه في نفسه فلا يزال يعالج ذلك من نفسه ويأخذها به أخذا حتى يتم له ما يريد بعض معاني المفردات هنا برضو عندي كلمة الهمة معناها الإرادة أو العزيمة والجمع همم التبعة يعني المسئولية وجمعها التبعات حسب يعني يكفي حسب الرجل يعني يكفي الرجل مزاياه يعني صفاته ومفردها مزية المرء المقصوب به هنا الرجل والجمع رجال كلمة المرء من الكلمات التي لا جمع لها من لفظها فبجمعها على رجال وكلمة رعية معناها عامة الناس وجمع كلمة رعية رعاية هنتقل بعد كده للسؤال من خلاله بنشرح الفقرة الموجودة أمامنا وهو بيقول للمرأة دور مهم في حياة الرجل واضح ذلك في ضوء فهمك للقطعة السابقة هقول له أن الرجل لا يستطيع أن يواجه الحياة الرجل لا يستطيع أن يواجه الحياة دون أن تكون بجواره زوجة تعينه على مواجهة تبعات الحياة وتبعث في قلبه الشجاعة وتحفزه على التقدم والنجاح وعلى الرجل الرجل لما يدرك كده عليه أنه يستكمل أدواته التي تؤهله وتجعله قادرا على أنه يتحمل تبعات ومسؤوليات هذه الأسرة التي تستضل بظله وتنعم بحمايته بعد كده بعض التعبيرات الجمالية تغرس في قلبه كبرياء التبعات وعظمتها استعارة مكنية صور الكبرياء كأنه زرع يغرس كلمنا على استعارة مكنية وسر الجمال التكسيم تستضل بظل حمايته ورعايته استعارة مكنية صور الحماية كأنها شجرة لها ظل وسر جمالها التكسيم بعد كده تخير الإجابات الصحيحة مما بين القوسين النص السابق ده ممكن سؤالي يسألهوني ويقولي النص السابق مقال فلسفي ولا ديني ولا ابتماعي سؤال الأدب عايز ألفت نظر حضراتكم إلى أنه بيرتبط بممكن يسألني فيه من خلال النص وهيسألني فيه طبعا بشكل مستقل النص هنا عندي نص ديني السؤال بعد كده أسلوب النص أسلوب أدبي ولا علمي ولا علمي متأدب أسلوب النص أسلوب أدبي عل الميل الكاتب إلى الإطناب هنقول لي توضيح فكرته آخر حاجة عندي مال الكاتب إلى استخدام الجمل التعليلية ليه؟ هقوله والله لتوضيح فكرته وتصحيح الفهم الخاطئ عن القوانة إحنا كده في هذا النص وفي هذه الحلقة عرضنا لدرس الأدب أو فن المقال وضربنا مثال تطبيقي عليه بنص احترام المرأة للأستاذ مصطفى لطفي المنفروطي وبكده بفضل الله سبحانه وتعالى بنكون انتهينا من حلقة اليوم على وعد بلقاء جديد في حلقة قادمة بإذن الله نستكمل فيها بقية دروس مادة اللغة العربية شكرا لكم شكرا لكم